حدر أليكساندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسية الغرب من تزويد أوكرانيا بطائرات المقاتلة أكد جروشكو أن جهود الغرب تنطوي عليها مخاطر هائلة مضيفا أن الدول الغربية تواصل اتباع طريق التصعيد في النزاع الأوكراني ستأخذ روسيا في الاعتبار عزمه على نقل مقاتلات F-16 إلى كياب أكد رئيس الأمريكي جو بايدن قد قرر السماح لدول بتزويد كياب بمقاتلات ينضم إلينا الآن من هيروشيما اليابانية مرسلنا صابر أيوب أهلا بك صابر نعود معك إلى تصريحات زيلنسكي التي على ما يبدو يعلن فيها صراحة الهزيمة في باخموت بالإضافة إلى مواقف غربية جديدة داعي ملكية فعلا في اختتام اليوم في اختتام قمة السبع الكبار الأثرية في العالم تحدث زيلنسكي عما سمى بمأساة في باخموت التي قال إنها ستبقى في قلوبنا بما معنى أن الجيش أو قوات فاغنر قد سيطرت عليها وخسرها الجيش الأوكراني إلى أن الرئيس الأوكراني الذي خيمت أزمة بلاده على اليوم الأخير في هذه القمة في قمة السبع الكبار على جدول أعمالها متفائل خاصة بالنسبة للدعم الذي تلقاه من قادة المجموعة بيان منفرد خصص أوكرانيا بهذا الدعم وواصلة الدعم مهما طال أمد هذه الحرب هكذا تعهد القادة القمة كانت قد خيمت عليها ملفات أخرى تخص أيضا روسيا والصين قائمة طويلة من الملفات الدولية الشائكة عالجتها أو نقشت على طاولة هذه القمة بما فيها الهواجس حيال القوى العسكرية والاقتصادية الصينية المتنامية والإكراه الاقتصادي وتسليح التجارة وسلاسل التوريد وغيرها من القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية وتنويع الاقتصاد وإخراجه من حالة الركود الحالية لكن اليوم الأخير كان بالفعل لأوكرانيا خاصة وأن الرئيس زيلنسكي اجتمع بالقادة هنا الرئيس بايدن أيضا جدد تعهده بتقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا والعسكرية أيضا وخاصة فيما يتعلق بتزويدها بالدخيرة والمدافع وغيرها وكانت الولايات المتحدة قد أعطت منحة الضوء الأخضر أيضا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة مقاتلات F-16 غير أن المستشار الألماني الذي اعتبر هذه الخطوة رسالة موجهة إلى موسكو قال إن ذلك لن يتم سريعا أي تزويد أوكرانيا بالمقاتلات لن يتم سريعا نظرا لأن عملية تدريب الطيارين تحتاج عدة أشهر كما صرح الرئيس الأوكراني يضغط سريعا من أجل هذا المطلب الذي يرفعه منذ بدء الحرب على بلاده منذ 15 شهرا في المجمل حاول أيضا الرئيس الأوكراني الذي اجتمع بقادة دول أخرى ليست عضوة في منظمة السبع لكنها حضرت هنا بقادتها كضيوف شرف بينهم رئيس الوزراء الهندي، الرئيس الاندونيسي، الرئيس البرازيلي ودول أخرى حاول الرئيس الأوكراني استمالتهم في الانضمام إلى التحالف الغربي لفرض العقوبات على روسيا أو على الأقل عدم التعامل مع روسيا لكن كما هو معروف دول الجنوب العالمي تعتمد على روسيا كثيرا في علاقاتها خاصة فيما يتعلق بالتزود بالطاقة والسلاح أيضا لذلك كانت مواقف هذه الدول التي عول زيلينسكي على استمالتها كانت لم تمل إلى أي طرف في هذه الأزمة ولا إلى روسيا ولا إلى أوكرانيا مخافة أن تتضرر بطبيعة الحال سلاسل التوريد الخاصة بها فيما يتعلق بالسلاح والطاقة حيث تعتمد على روسيا كثيرا كذلك المنظمات الإغاثية التي حضرت هنا في نعم فيما يتعلق بمسألة دعم أوكرانيا ذكرت منذ قليل بأن مقاتلات F-16 تحتاج إلى وقت من حيث تدريب الجنود الأوكرانيين رئيس الوزراء البريطاني تشيسوناك أبدأ استعداد لندن للقيام بذلك هل هناك اتفاق مبدئي بين دول الكبرى أو حتى دول الإقليم للقيام بهذه المهمة حتى تسليم أوكرانيا هذه الطائرات وذلك بالرغم من التحذيرات الروسية واضح جدا من خلال تصريحات المستشار الألماري أن هناك بعض ربما حتى بعض الخلافات العميقة فيما يتعلق بهذا المشروع بالذات المستشار الألماني قال بحرف أن هذا المشروع يحتاج إلى أشهر لتدريب الطيارين بينما يستعجل الرئيس الأوكراني حصول بلاده على مثل هذه المقاتلات المتطورة التي يرى أنها ستحدث فارقا في حرب بلاده مع روسيا في العديد من القضايا هناك خلافات بين الدول الكبيرة الدول الكبرى المجتمعة هنا الموقف الفرنسي متجانس نوعا ما مع الموقف الألماني على خلاف الموقف الأمريكي الرئيس ماكرون أيضا عبر اليوم بعد لقائه زيلنسكي في تصريحات قال فيها إنه حتى يعترض على وقف لإطلاق النار أو مشروع لوقف إطلاق النار بين القوات الروسية والجيش الأوكراني في باخموت وقال إن الحل يجب أن يكون جذريا بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية لأن تجميد القتال في بعض المناطق الأوكرانية هو في حد ذاته مشروع لحرب أخرى ستكون في المستقبل صابر أيوب من هيروشيما شكرا جزيلا لك